اشتركوا في القناة تأكدنا ان في واحد ما بينا خاين خاين تقدروا تقولولي ازاي صفوة البراشوت تعرف الخميس اللي فات ان احنا رايحين القهوة قلولولا ان المعلومة وصلتني في اخر ثانية ولغيت العملية قصدي القعدة يعني كان زمان صفوة ما بينا هنا دلوقتي بهجة انت مش عايز تحكي لنا على حاجة كده انا تفتكر مين يكون قال لصفوة على موضوع القهوة ويوم الخميس والحاجات دي معرفش يعني مفيش احتمال تكون انت قلتله ما قلتلوش قلتلو ما قلتلوش قلتلو قلتلو ما قلتلوش ما قلتلوش قلتلو ايبا قلتلو قابلت صفوة قابلت للم الأربعة اللي انا عايز ايجي معاكم صعب علي قوي قلتلو على معادر خميس اللي فات قلتلو غبي خاين لا مش للدرجات دي يعني مبدئيا غبي لكن ليه الافورة؟ انا اسف التعبير خننة يبقى التعبير هو اللي خايد لكن ده غبي يا رايس ما تنساش ان صفوة برضو صاحبنا يعني لازم نقباله على عيبه هو صحيح شخص سامج وسخيف ورزيل بس برضو انا مقدرش ابيعهم زي ما انا مقدرش ابيع اي واحد فيكم صفوة مزي اي حد فينا صفوة ده البراشوت ولا نسيت يا بهكت استنى يا نشت انا هفكروا من هو صفوة البراشوت الخميس تمانية وعشرين مارس كان اخر الشهر كنا قاعدين على القهوة انت طلبت الشاية علشان سعر احنين وهو طلب فخخينة وسحلة سحلة بالمكسرات وطلب كرب ومنجة قطعة وشيشة عينب فاخر فاكر ولا مش فاخر كفاية كفاية يا رقفط كفاية هتجنم كفاية انت اللي كفاية يا صاحبي زي ما وردتنا لازم تصلح غلطتك هعمل ايه يعني؟ لفه صفوة البراشوتة ده لازم يتقفل الابد وانت اللي هتعمل كده بنفسك انت اللي هتصفي لا يا رجالة بلاش يا رقفط بلاش بحجت الخميس الجاية بعد الشغل هتشتري كارت بخمسة جنيه هتشحن هتتصل بصفوة هيشبط فيك هتروح بمكان بعيد عن الناس مصر اسكندرية الصحراوي قل له تعالا نروح داندي مول اول ما يطمن لك اطلب منه ان ينزل يبص على العجل تسيبه على الطريق تدور عربيتك وترجع لنا على القهوة بس على فكرة صفوة ساكن في ستة اكتوبر يعني انا كده بوصله الاقرب مكان لبيته هو ساكن جنب داندي مول؟ على طول الكلب الغشت وبعدين جود بوي خلاص هنسيبه في القوتسطرات القوتسطرات؟ مش مش تقيلة دي يا رقفة خلاص الموضوع انتهى ودلوقتي نستمتع بالخميس بقى يا رجالة نشأت لو قلتلك الساعة تسعة خمسة واربعين هتروح لفود كورت بتاع سيتي ستارز يبقى معناها ايه؟ معناها ان عشرة لربعة روح لفود كورت بتاع سيتي ستارز برافو عليك هتجيب ستة شوارمة لحمة ولا اقولك خليهم تلاتة لحمة وتلاتة فراخ مش عايز اي حد يحس بحاجة غريبة حصل رايز بهجت نعم هتروح للحج كرم هتجيب رز بلبن شبح الرز بتاعه معجبكش المرة الفاتئ الكلب مش عايز تضيف حاجة خاين بتاعي لا ده مش صفت طب تحب تضيف مكسرات حاجة كده؟ ممكن ممكن طيب هتغمز الحج بخمسة هيزودلك مكسرات وعسل مكسرات وعسل يا بهجت مش عايز اي بوظن في الخميس ده يا اخوانا هابي خميس هابي خميس هابي خميس ايه ده؟ انتا انتا نستني حد لا يكون الحج كرم جيب نفسه بس كده بيبقى جاب الرز بلبن سادة سادت ايه؟ احنا لسه ما طلبناهوش اصلا ها الحمدلله افتكرت خلاص نشأت افتح الباب ده صفت وحشين يا عندال قاعدين من غيري عاملين ايه؟ دورت عليكم في العامل يا كوش قلت انتوا اكيد عندي رقفة جايب لكم الاكل اللي انت بتحبوه عشان يتعشى مع بعض زكى صفت زكى نشوقتي يا حبيبي جايب لك عيش الصرايا اللي انت بتحب يا نشوقتي نشوقتي؟ نشوقتي؟ يا باي نشوق دي الرخامة دي؟ وانت يا بهجوقتي جايب لك الفيتورين بالشالت اللي انت بتحبو بجد؟ بهجوقتي قاعد يا حبيبي شيل ايدك انت يا رقفة انت بتلك رز بالامل بالعز والمكسرات من عند حج كرم ان ارضي خميس رقفة سامحني انا بحبك يا صفصد بهجت؟ احبه هو فعلا في رز بالامل جايب الوقتي حالا صفت جايبه وكده؟ بالمكسرات والعزر من عند الحج كرم؟ ايوه ايوه من محن هو الكلب انا انا حسس ان انا اتصرعت يا جماعة وبصراحة انا انا ضعفت قوي قدام الرز بلبن صفت انا عايز اقولك ان انت وحشت قلها خد نفس لا ببص هنا بقفل والله الحتة دي وحشة معلش معلش وحشت وحشت هاي افور هاي افور والله لا اها طب هوريك تحب تشوف وحشتني 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 بص بص الابوار وحشتني يا راب بص وحشتني خلاص 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 حبيبي طيب فضل برضو مهما كان صفوط صاحبنا والعشرة متهنش غير على ابن الحرم قبل بقى ما نتكلم وناكل فطولة الاكلة هي وعدها اجر التاكسي معنش يا انا نسيت اجيب فلوس معاي ولا ناس كنت جعان قوي ونزلت بسرعة يلا بقى لموة مع بعض ها طيب بص يا جماعة احنا ان شاء الله هنحاسب وهنتعشة اكيد بس قبل ما نتعشة هنروح مشوار صغير كده مع بعض فيين؟ هنروح للأوتستورات اشتركوا في القناة يا بااااي اشتركوا في القناة